ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية أرحب بضيفي في الاستيديو الصحفي ضياء التامر صباح الخير ضياء صباح الخير لكم مشاهدي الكرام ضياء اليوم نتناول الملف السوري بداية اليوم يعني يصادف أو يعني هو الذكرى السادسة لاحتلال التركيا والفصائل الإرهابية لعفرين يعني بعد 58 يوما من المقاوم والصمود احتلال تركيا والفصائل التابعة لعفرين ست سنوات من الجرائم ست سنوات من الانتهاكات ماذا حدث خلال هذه الفترة نعم تحية مجددا أولا كل التحية للصامدين من أهالي عفرين سواء المتبقين فيها أو المهجرين قسرا في مخيمات الشتات بالقرب منها على أمل العودة بعد تحريرها وكل التحية للمقاومة التي اليوم تناضل وتقاوم من أجل دحر الاحتلال التركي وتكبيده مع الإرهابيين التابعين له خسائر كبيرة المؤلم والمجع أكثر أن ذكرى أو تاريخ احتلال عفرين وسقوطها بيد الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية أن هذا اليوم يأتي بعد ثلاثة أيام من الذكرى لانطلاق الثورة السورية في الخامس عشر من أذار مارس عام 2011 هذه الثورة التي خرج فيها السوريون ينادون بالحرية والخلاص من الاستبداد والظلم وينادون بوحدة الشعب السوري واحد واحد الشعب السوري واحد ليتبين لاحقا أن ذلك الشعار لم يتجاوز الحناجر لدى الكثير من المنادين به عندما جاءت تركيا وحملت هؤلاء المحتجين السلاح وقال تصوبوه وجه جلاديكم وانتقموا لمن قتلكم وأطلقوا بعض الرصاصات منه لتقول لهم لا كفوا عن ذلك ليست هذه أهدافكم اليوم يجب أن تصوبوها إلى أهداف أخرى هؤلاء القسم الآخر من الشعب السوري من إخوانكم هؤلاء الفرائس التي يجب أن تصرادوها أولا لكي يتحقق فيما بعد ما تريدونه من إسقاط النظام أو الحكم في سوريا والحرية التي تحلمون بها فصوبوا بنادقهم تجاه أهالي عفرين وسكانها ليحتلوها والذي يظفر بأكبر عدد من الفرائس تكون له المكافآت ومن يرفض فإن مصيره أن يترك معزولا في مواجهة قوات الحكومة السورية أو مواجهة الفصائل الأخرى والتنظيمات الإرهابية لتفترسه كما افترسوا أهالي عفرين السوريين والمناطق الأخرى التي ساعدوا تركيا وكانوا أدوات رخيصة وبخصة لها من أجل احتلال هذه الأرض السورية قتل وخطف وتهجير واغتيال واعتداءات جنسية وسلب ونهب واستلاء على الممتلكات وقطع لأشجار وتدمير للشجر والبشر والحجر وكل ما ينبض بالحياة أو يكون عنوانا دالا على بعض مراحلها وتفاصيلها هو ما جرى في عفرين ويجري اليوم والأشنع والأفضع والأكثر لا إنسانية اليوم هو ما تستمر به تلك الأدوات الرخيصة من هذه الجرائم والتي كان أبرزها وأكثرها شناعة وفضاعة مؤخرا استهداف الأطفال القصر في عفرين بعمليات القتل ومحاولات الاغتيال فقط إشفاء لغل المحتل التركي بعد التقارير الدولية الكثيرة التي قالت إن ما جرى ويجري هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتحمل تركيا المسؤولية عنها ويشترك مسؤوليها في هذه الجرائم وهذه المجازر وهذه الانتهاكات ما يدمي القلب أن معظمها ارتكبت وما تزال على أيدي من يسمون أنفسهم بأنهم سوريون ويحسبون أمام العالم والمجتمع الدولي أنهم سوريون الذين شوهوا سمعة سوريا وثورتها الناصع التي خرجت من أجل الحرية والكرامة وأظهروها بصورة مجموعات من المرتزقة والإرهابيين والمتسلقين ومجموعات السطو المسلح والمرضى النفسيين الذين يعتدون جنسيا ولفضيا وعنصريا على باقي أقرانهم وأخوانهم من السوريين بحجة أو بذريعة الانتماء والقومية التي هم بالأساس من خرجوا ينادون ضدها من أنها اللون الواحد الذي كان سائدا طوال عقود من القمع في سوريا طيب دياء أيضا من الانتهاكات التي حصلت والجرائم التي حصلت في عفرينا أيضا يعني موضوع التغيير الديمغرافي وتهجير السكان الأصليين تهجيرهم قصرا إلى بقاع أطراف أخرى من الأراضي السورية يعني هذا الموضوع أثر كثير على وجدان السوريين الذين يمتلكون الوطنية يعني البعض من السوريين اليوم مجردين من هذا الوعي أو هذا الإحساس الوطني لو انتقلنا إلى هذا الموضوع أيضا يعني هناك انتهاكات حدثت في تركيا تركيا التي تحت العفرين هي مسؤولة قانونيا أمام هذه الانتهاكات أمام هذه الجرائم التي تحصل هي مسؤولة وربع ما هي التي تمانج هذه الجرائم اليوم تركيا حولت والفصائل الإرهابية حولت منطقة عفرين إلى منطقة آمنة للإرهابيين الذين جاءوا من شتى بقاع العالم إلى عفرين وإلى المناطق المحيطة اليوم ألا يستوجب ذلك موقفا دوليا صاري من تجاه هذا الموضوع بالتأكيد ما تحدثت عنه من أن تركيا مسؤولة وتمنهج هذه الجرائم هو ما تحدثت به المنظمات الدولية مثل هيومورايس ووتش مؤخرا ولجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا وقبلها العفو الدولية والكثير من المنظمات المحلية والدولية التي قالت أن ما جرى ويجري في عفرين هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن تركيا مسؤولة عنها ولجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا قالت أن مسؤولي الحكومة التركية هم شاركوا بهذه الجرائم وكانوا مسؤولين مباشرين عن ارتكابها ما يجعل هذا الفعل الجرمي واللا إنساني هو فعل ممنهج مسؤول عنه منظومة حكم تركيا بوصفها قوة احتلال تحت الأرض أرض دولة مجاورة بالقوة وباستخدام الإرهابيين والمرتزقة وهذا كله يحملها مسؤوليات قانونية عن هذه الجرائم وهذه المجازر وهذه الانتهاكات لكن المجتمع الدولي اليوم عقيم عن إنجاب أي صيغة تقود لمحاسبة المرتكبي هذه الجرائم وهذه المجازر بفعل الضغوط السياسية والمصالح الدولية التي تحول دون تحقيق العدل في المجتمع الدولي الذي ينظر بنظرة مواربة ومزدوجة نحو أي قضية خاضعا للمصالح من القوى التي تحرك المنظمات الدولية والمعنية بتطبيق العدالة وحقوق الإنسان والتي تسيس معظم قراراتها مع بعض تلك القرارات التي تظهر من بعض تلك المنظمات مثل هيوم رايس ورش مؤخرا واجهة التحقيق الدولية لكن ذلك يتطلب تنفيذا عمليا على أرض الواقع لجلب المجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية أو فرض عقوبات عليهم أو إلزامهم تحت بنود ملزمة في مجلس الأمن الدولي بإنهاء احتلالهم للأراضي السورية وتسليم المطلوبين وذلك صراحة يشكل وصمة عار استمرار هذا الوضع على ما هو عليه في جبين المجتمع الدولي الذي بات غير موثوق فيه اليوم بكل مؤسساته ومنظماته لأنه لم يأتي يوما ما أو لم ينحز يوما ما إلى جانب الشعوب المقهورة والمظلومة التي تكابد الاستبداد والاحتلال كما يجري في عفرين اليوم ويجري في كل المناطق السورية وكما يجري في فلسطين وقطع غزة على وجه التحديد وكما جرى قبل عقود أو قرون في دول عدة مثل أوروبا وأمريكا من مجازر إبادة جماعية لسكان أصليين عانوا الويلات تحت الحروب والدمار والقتل والتشريد والتهجير طيب دياء أيضا في الشق السوري بيدرسون يفشل في إقناع دمشق بحضور الاجتماعات اللجنة الدستورية في جينيف طبعا أيضا روسيا رفضت هذا الموضوع وباعتبار أن الجينيف وفق روسيا ليست مكانا محايدا تفضل طعم لجنة الدستورية منذ اللحظة الأولى للإعلان عنها وتشكيلها كانت وما تزال بعيدة كل البعد عن أمال السوريين وتطلعاتهم وعن كل رغباتهم لأنها لا تمثل بأي شكل كان هذه الأمال وهذه التطلعات والدليل على ذلك هو طريقة تشكيلها وعضويتها من مجموعات من الأشخاص تمثل فقط مصالح وإرادة الأطراف التي عاثت خرابا وفسادا وقتلا وتدميرا في سوريا منها الحكومة السورية ومنها النظام التركي ومنها إيران وروسيا الذين كانوا وما يزالون السبب في استمرار هذه الأزمة وما اللجنة الدستورية وكل ما يجري اليوم من جولات ومحادثات واجتماعات ماراثونية كانت أو توقفت إلا مجرد لعب أو استثمار الوقت في القول أننا نسير بمسار سياسي لحل الأزمة السورية وهو مجرد مسار لتسيير الأمور على ما هي عليه اليوم من سيطرة لهذه الأطراف وتحكمها وتغذيتها للنزاع وإطالة الأزمة بما يخدم أجنداتها ومصالحها أو بما يعطيها الوقت للتفرغ فيما بعد لتحقيق هذه الأجندات وهذه المصالح بعد أن تنهي مشاغلها في مناطق وبؤر نزاع أخرى وأيضا هي الأطراف الأخرى المستفيدة منها مثلا الاحتلال التركي الذي يسعى لتوسيع رقعة الأراضي التي يحتلها شمالي سوريا والحكومة السورية التي تريد المماطلة أكثر في الوقت قبل الوصول إلى أي استحقاق آخر سوى ما يتعلق بانتخابات قد تكون نزيهة أو الوصول إلى دستور ينهي حالة التوريث واستدامة السلطة لهذه المنظومة الحاكمة أو حتى البحث لاحقا في مصير المعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها الصحفي ضياء التمر جزيل الشكر على هذه المشاركة شكرا لكم